أعلنت وزارة الصحة وسكان إطلاق 36 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وذلك خلال الفترة من الرابع من مايو الجاري وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية التي تأتي دمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا وأشرت الصحة إلى أن القوافل تضم كل التخصصات بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها الأدوية كافة كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفية التابعة للوزارة